كتير من الطلبة بيكتب لي في الكومنتس ايه افضل آلة حزبة اقدر استخدمها في السنوية وكانت الاجابة واحدة قال حزبة كاسيو FX991ARX اللي هي الآلة دي امميزاتها بتدعم اللغتين العربية والانجليزية تقدر تتصفح في قوائمها ببساطة غير كده تقدر تحسب لك التفاضل تقدر تحسب التكامل تقدر تحسب حاجات كتير جدا لحد 540 وظيفة طبعا احنا عارفين شركة كاسيو العملاقة في الآلة الحزبة وفي الساعة عاملة مسابقة المسابقة دي فيها جائزتين الآلة الحزبة بتاعتنا وساعة جيجوك العملاقة ايه هي شروط المسابقة بسيطة جدا هتروح على قناة كاسيو Education Middle East هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف وفي اول تعليق هتشترك عندهم وتيجي تكتب لي تحت تامب في اخر شهر 3 كاسيو هتختار واحد يكسب الآلة حزبة والساعة اتمنى حظ سعيد للجميع ويلا نروح لدرسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة صف ثاني ثانوي علمي ازايكم يا بش مهانسين عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هنبتدي مراجعة التطبيقية المراجعة بتاعتنا هتكون على 3 حلقات الحلقة الاولى هناخد فيها الاستاتيكة نظامنا هيكون هنمسك الدرس نقول كل قوانينه يعني نكتب ملخص لقوانينه واهم افكاره والدرس اللي بعده وهكذا ولو كان فيه درسين اتنين مرتبطين ببعض هنقول قوانين الدرسين ونقول تحل بده ازاي وتحل بده ازاي وطبعا هنقول اهم الافكار الجزء التاني هيكون هندسة فراغية زي ما عملنا في الاستاتيكة هنعمل في الهندسة الفراغية الجزء التالت هيكون زي ما عملنا في البحثة يعني هنجيب افكار على التطبيقية كلها هنشوف اربعين او خمسين فكرة او اهم اربعين او خمسين فكرة ونعملهم في فيديو واحد ان شاء الله نهاردة هدفنا ان احنا نراجع الاستاتيكة كان اول درسين مرتبطين ببعض اول درسين كانوا بيتكلموا عن ايه الدرس الاول يا بش مهندسين كان بيتكلم عن لو معاك قوتين اتنين بيأثرهم على جسم تقدر تجيب محصلتهم مش فاهم يعني تقدر تقول القوتين دول بيأثروا على الجسم بقوة كام يا استاذ من لو معاك قوتين اجمعهم مش شرط هتعرف دلوقت الدرس التاني بيتكلم لو انا اديتك المحصلة تقدر تجيب لي القوتين ايوه الدرسين دول يا شباب كانوا مرتبطين ببعض اي سؤال صعب في الدرس الاول تقدر تحله بالدرس التاني تعني نشوف ملخص القوانين الاول الدرس الاول كان بيتكلم عن لو انت معاك قوتين بيأثروا على جسم لو ده كان الجسم وهنا كان فيه قوة وهنا كان فيه قوة ناتج القوتين دول بيكون حاجة اسمها المحصلة يعني قمتهم يعني الجسم ده حاسس بقوة كام والمحصلة بيكون اقرب للقوة كبيرة يعني لو كانت القوة الاولى هي كبيرة كنت لقيت خط المحصلة قريب منها لو قوة تانية هي كبيرة كنت تلاقي خط المحصلة قريب منها يعني مثلا ممكن يجي في الامتحان يقوم ايلك ان الزاوية دي بعشرين والزاوية دي بخمسين ويقوم كاتب لك القوة الاولى والقوة التانية نقط اكبر اصغر تساوي اكبر من او تساوي هيا باش مهندس مين الكبير هنا طبعا يا استاذ القوة التانية هي كبيرة لان المحصلة يمتها وده كده اول سؤال ممكن يسأله لك خاص بالفهم تمام يبقى القوة التانية هي الا اكتر من القوة الاولى قوة دول ليهم حاجة اسمها المحصلة اللي هي حاضي بنجيبها ازاي قالك ليها قانون لو كان معاك القوة بينهم زاوية الزاوية دي باش مهندس ممكن تكون حدة وممكن تكون منفرجة وممكن تكون قائمة عادي بس ما ينفعش تكون منعكسة لا اما حدة لمنفرجة لقائمة منعكسة لا قالك لو كان بينهم زاوية حدة او منفرجة المحصلة قانونها الجزر التربيعي للقوة الاولى تربيع زايد القوة التانية تربيع زايد اتنين القوة الاولى القوة التانية جاتة الزاوية اللي بينهم لو سمناها ياه يبقى جاتة ياه وفيه ناس ما خانتش بتحط الجزر هنا كانت بتسيب قصة اتنين في اليمة التانية خلي بالك ده قانون المحصلة فيه حاجة اسمها اتجاه المحصلة اتجاه المحصلة ده يعني المحصلة ما يلاب ايه انا لو عملت خط المحصلة هنا دي كده المحصلة بتعمل زاوية هيه مع القوة الاولى لو انت عاوز ظاهر القانون بتاعها القوة التانية جاية اللي هي الزاوية ما بين القوتين على القوة الاولى زايد القوة التانية جاتة دي يا باش مهندس لو كان معاك الزاوية اللي بينهم حدة او منفردة ده القانون اللي بتجيب المحصلة ده القانون اللي بتجيب بيه اللي اتجاه يعني ميالان المحصلة دي مع القوة الاولى بكم طيب لو كان القوتين متعمدتين زي دي كده متعمدتين يعني الزاوية اللي بينهم تسعين طب ما جتها تسعين بصفر هتشيل كل ده يبقى المحصلة بتساوي جزر القوة الاولى تربيع زي دي القوة التانية تربيع طبعا ممكن اشيل الجزر وقوم حطة قصة اتنين دي في حالة التعامل في حالة التعامل لو كانوا متعمدين القوتين تمام الاتجاه يا استاذ ايه الاتجاه القوة التانية على القوة الاولى يعني تقدر تجيب الزاوية بتقوم اي الزاهر بتساوي القوة التانية على القوة الاولى طب لو كانت القوة متساوية لو كانت القوة متساوية المحصلة بتساوي اتنين من القوة جتها الزاوية اللي بينهم على اللي اتنين والمحصلة هنا يا شباب بتبقى اسمى الزاوية اللي بينهم يعني انا لو معايا قوتين اتنين قد بعض دي القوة الاولى ودي القوة التانية قد بعض يبقى المحصلة بتاعتهم هتمشي فين في النص ماينفعش تقرب من واحدة منهم لان في الحالة دي لو قربت لوحدة هتكون القوة اللي قربت لها اكتر من التانية والاتجاه هنا بتساوي او هي بتساوي الزاوية اللي بينهم اقسمها على اتنين يعني لو كانت دي ستين الزاوية دي هتكون تلاتين وده هتكون تلاتين وهنا كان فيه ملحوظة مهمة جدا الملحوظة بتقول ايه اذا كانت القوة متساوية والزاوية اللي بينهم مية وعشرين درجة كانت المحصلة بتساوي احداهم يعني ايه مش فاهم يعني لو جيت قلت لك قوة مقدرهم تمانية وتمانية والزاوية اللي بينهم مية وعشرين يبقى المحصلة بكام بتمانية في المية وعشرين بس بس في المية وعشرين بس المحصلة هتساوي واحدة منهم لما يكون القوة برضو متساويتين بس خلي بالك مش اي حاجة تانية وكان يا استاذ في حاجة اسمها قيمة عظمة للمحصلة يعني ايه قيمة عظمة يعني لو كانت الزاوية اللي بين القوتين بتساوي صفر ما انت خدت لو حدة لو منفرجة لو قائمة طب لو بصفر لو بصفر يا استاذ يبقى هنا المحصلة بتساوي القوة الاولى زائد القوة التانية وبنسميها قيمة عظمة ولو كانت الزاوية اللي بينهم مية وتمانين درجة يعني في اتجاهين متضدين ادي القوة الاولى و ادي القوة التانية كنا بنقول ان المحصلة بتساوي مطلق طرحهم ليه حطوا مطلق علشان يا استاذ انا مش عارف مين فيهم الكبيرة و مين الصغيرة لان المحصلة لازم نتيجها يكون بالموجر خلي بالك وهنا يا استاذ تلعب حاجة قال لك يبقى احنا استفدنا ان المحصلة دي رقم ما بين طرح القوة وجمع القوة محصلة القوتين اللي بيكونوا موجودين بتساوي او بتنتمي للفترة المغلقة ما بين طرحهم وجمعهم و من هنا السنة اللي فاتت سأل مسألة مهمة جدا جيه شباب ام كاتب الفترة دي في الامتحان و ام حطت هنا صفر و ام حطت هنا اتناشر انت استفدت ايه انت تطرح قوتين يدولك صفر تاني قال ان المحصلة بتنتمي للفترة من صفر للتناشر مغلقة استفدت انت ايه ان الصفر مغلق استفدت يا استاذ ديناتك طرح قوتين بصفر يعني هم قد بعض برفع عليك يبقى اللي احنا استفدناه ان القوتين متساويتين وكان في الاختيارات هل القوة متساوية هل القوة متعامدة هل القوة متطابقة وهكذا طيب يا استاذ دي كانت ملخص قوانين الدرس الاول الدرس التاني مرتبط بيه تعال نشوف قوانين الدرس التاني الاول وبعدين ناخد امثلة عليهم اللي اتنين الدرس التاني يا شباب كان بيتكلم عن تحليل القوة مش فاهم يا استاذ يعني هدف الدرس ده انا هتدي لك المحصلة تقدر تجيب القوتين لاتنين كان بيجي يا شباب يديني القوتين بينهم زاوية ما اي زاوية اده القوة الاولى واده القوة التانية القوتين دول بيكونوا مجهولين وجد داني المحصلة واداني زاوية ملها سمى دي هي اتنين وسمى دي هي واحد وقال ان هنا تقدر تكتب القانون قف واحد على جيب الزاوية التانية شوف الزاوية ده هي قف واحد ده هي مع جيب الزاوية ده هي جاه هي واحد بتساوي القوة التانية القوة التانية دي مع الزاوية ده هي قوة ده مع الزاوية دي جاه هي هتنين بتساوي المحصلة على جاه مجموعة الزاويتين وكان يا باش مهندسين الدرس ده في حالة خاصة ايه هي الحالة الخاصة كانت بتقول لو كان القوتين او المركبتين احيانا بيسموهم مركبة لو كانوا المركبتين دول متعمدتين وانت عاوز تحلل القوة وكانت الزاوية دي سيتا تقدر تقول ان هنا بتساوي المحصلة جاتا سيتا وهنا المحصلة جا سيتا ده في حالة ان كان القوتين اللي هتحلل ليهم متعمدتان تقدر تحل كده وتقدر تطبق القانون ده عادي ما فيش اي مشاكل ده لو طبقته هيديلك ده فيش اي مشكلة طب يا استاذ كان الجسم الموضوع على مستوى مائل كان ليه وزن لو حبيت تحلل الوزن المستوى المائل بيكون مائل بزاوية هي لو حللت الوزن ده هيكون هنا الوزن جاتا هي هنا جاتا وهنا الوزن جاه ده في حالة المستوى المائل ده يا شباب كانت قوانين الدرس التاني تعالى نكتب امثلة ونحلها بالدرس الاول وتتحل بالدرس التاني السؤال ده يا شباب من الاسئلة اللي الناس بتضيع وقتها فيها بحلها بالدرس الاول وهي ممكن تتحل بالدرس التاني ببساطة تعال نشوف قوتين تمانية وستاشر سوكل جرام تأثيران في نقطة مادية وكانت المحصلة عمودية على القوة الاولى فان الزاوية بينهم يا استاذ بص انا معايا قوتين اتنين ادقاف واحد وقوة التانية المحصلة كانت عمودية على القوة الاولى المحصلة لازم تكون ما بينهم فطالما المحصلة لوحدها عملة زاوية قايمة يبقى انا هستبعد الزاوية الحدة الزاوية الحدة دي غلط كده دي المحصلة حضرتك قلتلي القوة الاولى بتمانية والقوة التانية بتساوي 16 طيب انت قلت ان الزاوية دي قائمة طب ما خلاص تمانية على هنسمي الزاوية دي هاي على جاه بتساوي 16 على جاه 90 ده بالدرس التاني محلتهاش بالدرس الاول زي ما الناس هتقعد بقى تقول المحصلة عموضية على القوة الاولى يبقى ظاه بتساوي وتكتب القانون وتعوض فيه موال لا اكتب القانون التاني عوض في القانون التاني اعمل وسطين في طرفين جاه بتساوي تمانية في جاه 90 على 16 طلعت بنص جاه كامل بنص 30 درجة الزاوية دي بتلاتين بس هو عايز الزاوية بين القوتين يبقى دي كلها كده 90 زائد 30 بتساوي 120 يبقى الاختيار ده هو الصحيح خلي بالك الدرس الاول لو سؤال هو غبي تقدر تحله بالدرس التاني عادي او بكل بساطة الدرس التاني يعمل لك كل اللي بيعمله الدرس الاول قوتين متساويتين الزاوية بينهم باي عتنين وكانت المحصلة بتاعتهم بتساوي تمانية قيمة كل قوة بكام قلنا له يا استاذ طالما القوة متساوية انا ممكن اكتب لك قانون حه بتساوي اتنين من القوة جتا يه عتنين جتا الزاوية اللي بينهم اقسمها عتنين تمانية بتساوي مع اتنين خمسة واربعين جتا خمسة واربعين بواحد عجزر اتنين اعمل وسطين في طرفين تمانية في جزر اتنين على اتنين بتدي لك قيمة القوة دي باربعة يبقى القوة طلعت باربعة جزر اتنين المسألة التانية قوتين مقدرهم اتنين قاف وخمسة قاف ومحصلتهم تلاتة قاف اه هنا يا باش مهندس لازم تركز لما تجيلك كلها مجاهل كده اعمل حاجة دايما الاول اجمع قوتين مرة واطرحهم مرة يعني ممكن تكون دقمة عظمة وممكن تكون دقمة صغرة القوتين يا استاذ لما جمعناهم سبعة لما طرحناهم تلاتة هل طرحهم قد دي ايوة طب انت بنترحهم لما بيكون القوتين في اتجاهين متضدين يبقى الزاوية اللي بينهم كان مية وتمانين درجة تعال نشوف المسألتين دول قوتين متساويتين مقدار كل منهم ستة ومحصلتهم ستة امتى المحصلة بتكون قد قوة لما يكون يا استاذ الزاوية بينهم مية وعشرين درجة في حالة القوة المتساوية لو المحصلة قد قوة منهم يبقى الزاوية اللي بينهم مية وعشرين قوتين المحصلة تنصف الزاوية بينهم يعني معنى كده ان القوتين اد بعض المحصلة لو نصفت الزاوية بينهم يبقى قوتين قد بعض واحدة باثنين سوكل كيلو جرام يبقى التانية بكم نيوتين باثنين يا استاذ غلط هما مش تنصف يعني قد بعض المفروض نيوتن خلي بالك طب ازاي بتحول من السقل للنيوتن الواحد سقل في تسعة وتمانية من عشرة نيوتن الواحد سقل في تسعة وتمانية من عشرة نيوتن يبقى لتنين سقل فيهم كام فيهم تسعة عشر وستة من عشرة الواحد سقل كيلو جرام في تسعة وتمانية من عشرة نيوتن خلي بالك من الوحدات خلي بالك ايه الاسئلة اللي جات السنة اللي فاتت على اول درسين اول سؤال منهم جي بيقول جسم موضوع على مستوى مائل بزاوية 30 وكان الجسم ده وزنه 10 نيوتن عايزين مركبة وزنه في اتجاه خط اكبر ميل ركز عشان فيه في المنهج رسمة زي دي كمان يجي يقولك الجسم متزن متزن مش تابع الدرس ده جينا قلناه يا استاذ هنحلل دي هتكون كده 10 جات 30 وهنا 10 جات 30 هو عاوز مركبة الوزن في اتجاه خط اكبر ميل ده اسمه اتجاه خط اكبر ميل لا اسفل يبقى هو عاوز القيمة دي يعني هتساوي 10 في جات 30 بنص نص العشرة خمسة يبقى الاختيار هيكون خمسة نيوتن المسألة دي بيقول في عربية تعطلت وهنشدها انا عاوز الشد الاول لاقرب نيوتن قلناه يا استاذ ده كده تحليل القوة قوة دي 6000 يبقى 6000 على مجموع الزاويتين لان دي المحصلة على جا 75 بتساوي الشد الاول على جا 30 وسطين في طرفين يبقى الشد الاول طلع ب 6000 في جا 30 بنص على جا 75 طلعت ب 3158 هو عايز لاقرب نيوتن يبقى الاختيار ده هو الصحيح لسه يا بش مهندسين في اسئلة السنة اللي فاتت المرتبطة باول درسين سؤال بيقول قوتين محصلتهم تنتمي للفترة من صفر الاثناشر يعني ايه يعني يا استاذ المحصلة بتنتمي الفترة هنا بيكون طرحهم وهنا جمعهم امتى بنترحهم بيكون بصفر لو كانوا قد بعض السؤال التاني بيقول قوتين اربعة وخمسة وجابة تمام للزاوية المحصورة بسلب اتنين على خمسة فان حا تساوي كام هناك يا استاذ القانون بيقول ان المحصلة بجزر القوة الاولى تربيع زائد القوة التانية تربيع زائد اتنين في القوة الاولى في القوة التانية في جتة الزاوية اللي بينهم بتساوي جزر دراح 16 وخمسة وعشرين وواحد واربعين ناقص اللي 2 فاربعة بتمانية في سلب اتنين بسلب 16 يبقى النات الجزر خمسة وعشرين بتساوي خمسة اللي هو الاختيار ده في الشكل ده بيقول كان راسم هنا عربية وكان راسم هنا عربية بيقول ان العربية دي عطلانة والعربية دي بتشدها انا عايز ابدل العربية اللي هنا واجب عربيتين اتنين يشدوها واحد كان مائل بزاوية ستين والزاوية اللي بينهم تسعين يا استاذة لما دول هيغنوني عندي يبقى دي كانت المحصلة يبقى المحصلة اللي هي 1200 على جيب الزاوية اللي بينهم عجاة تسعين بتساوي القوة عندي جيم على جاة الزاوية دي اللي هي هتكون بتلاتين لان ده تسعين بتساوي القوة عندي باق على جاة ستين اعمل وسطين في طرفين يبقى القوة جيم بتساوي 1200 في جاة تلاتين جاة تلاتين بنص يبقى هنا يا استاذ ستة مية هات القوة عندي باق القوة عندي باق هناخد برضو المعلومة دي معادي وسطين في طرفين 1200 جاة ستين على جاة تسعين 1200 جاة ستين بستمية جزر تلاتة يبقى القوة هم ستمية جزر تلاتة وستمية نكمل برضو اسئلة السنة اللي فاتت عجبزئية دي اخر مسألتين جم من امتحان السنة اللي فاتت على الدرسين الاولينين من الواضح يا شباب ان معظم الاسئلة جاي من الدرس التاني اللي هو تحليل القوة في مسألتنا دي بيقول القوة الاولى الى القوة التانية يعني على يعني بكم ان القانون بيقول القوة الاولى على جيب الزاوية التانية بيساوي القوة التانية على جيب الزاوية الاولى وسطين في طرفين يبقى القوة الاولى على القوة التانية بدلت دي مكان دي بتساوي جاهه اتنين على جاهه واحد موجودة ايوة موجودة اللي هو الاختيار ده السؤال اللي بعده برضو يا أستاذ تحليل القوة هنا 400 علاجات 90 بتساوي الشد الثاني علاجات 30 بتساوي الشد الأول علاجات 60 هنعمل وسطين في طرفين هنا يبقى الشد الثاني يطلع بيساوي متين هناخد المعلومة برضو معادي نعمل وسطين في طرفين يبقى الشد الأول طلع بمتين جزر ثلاثة هو عاوز إيه؟ الشد الأول زائد الشد الثاني يبقى متين زائد متين جزر ثلاثة لو خدنا متين مشترق اتبقى واحد زائد جزر ثلاثة موجودة؟ أيوة اللي هو الاختيار ده الدرس الثالث يا باش مهندسين كان بيتكلم عن إيه؟ الدرس الثالث ده بيقول طب افرد بقى إن ما كانش بيأثر في الجسم قوتين بس كان بيأثر عليه ثلاثة قوة أربعة خمسة أي عدد من القوة بتجيب المحصلة إزاي؟ الدرس ده بيقول إن المحصلة المحصلة بتساوي الجزر التربيعي للسنات تربيع زائد الصداب تربيع ده لو أنت عاوز إيه؟ معيار المحصلة وكان مديلك المتجه ده متجه السنات وده متجه الصداب يعني كل القوة اللي في اتجاه سين اجمعها وكل القوة اللي في اتجاه صاد اجمعها وربحهم وطلع الناتج وكان الاتجاه ظاهر بتساوي الصداب على السين ده يا بش مهندس قوانين الدرس التالت هو ده بس قوانينه طب الدرس التالت بيتكلم عن إيه؟ الدرس التالت بيتكلم عن ثلاث أفقار ثلاثة بس أول فكرة منهم جبت لك القوة متجهة وجبت لك محصلتها متجهة وسألتك أي سؤال الفكرة التانية أنه هيخليك تمثل القوة يعني يقول لك قوة في اتجاه الشمال قوة في اتجاه الشرق قوة في اتجاه الغرب وهكذا الفكرة التالتة أنه يدي لك شكل هندسي ومثل عليه القوة ويقول لك هات المحصلة تعالي افتكر الثلاث أفقار دول كل واحدة بأهم مثال فيها أول حاجة لو كانت القوة متجهة بص يا بش مهندس حضرتك أنت لو كان معاك قوة متجهة كانت بتلاتة في اتجاه سين زائد أربعة في اتجاه صاد وعزت منك معيارها المعيار دا يا شباب ما بنحطوش ألف متجه بيبقوا خطين كده دا بيساوي الجزر التربيعي للسنات تربيع زائد الصداة تربيع يبقى جزر الخمسة وعشرين بتساوي خمسة وحدة قوة في الدرس دا جي قال طب افرد أنا كنت مدي لك قوة أولى باتنين في اتجاه سين زائد ثلاثة في اتجاه صاد وقوة تانية بتساوي خمسة في اتجاه سين زائد أربعة في اتجاه صاد وقوة تالتة كانت بتساوي سبعة في اتجاه سين عاوز المحصلة هنا لا يا أستاذ بسيطة جدا 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 يعتبر أسهل حاجة في الدرس المحصلة هقوم جامع القوة الثلاثة أجمع السنات مع بعض واجمع السنات مع بعض يعني المحصلة هنا هتساوي أربعتاشر في اتجاه السين جامعة السنات خلي بالك ممكن يجبهم لك تحت بعض بس نبدل السين مكان الصاد يعني ركز وانت بتجمع بس مش أخطر ونجمع يا أستاذ الصادات طلعت سبعة في اتجاه صاد دي كده قيمة المحصلة طب لو كان عايز معيارها هاخد جزر السنات تربيع والصادات تربيع طب افرد يا أستاذ أنني عاوز اتجاهها عاوز اتجاه المحصلة يعني هي ميلة بزاوية كام بتقوم جاي كاتب له ظاهر بتساوي صاد على سين صاد اتجاه الصادات على اتجاه السنات وعلى آلة الحزبة شفت تان وتكتب النص يطلع معاك الناتب النص اللي هو اختصار له وكانت الفكرة اللي هنا يا شباب بيجي يقول ايه انت معاك القوة الاولى بتساوي ألف في اتجاه سين زائد اتنين في اتجاه صاد ومعاك القوة التانية بتساوي خمسة في اتجاه سين ناقص باق في اتجاه صاد وكانت المحصلة بتساوي سبعة ومثلا ستين درجة عاوزين قيمة ألف وباق يا أستاذ حضرتك هنا أنا ممكن أحول المحصلة من الصورة القطبية للصورة الاحداثية فاكر في أولى سنوي دي كان اسمها صورة قطبية وعشان نحولها لصورة احداثية بسيطة قوي بتقوم جاي الخانة الاولى جتا يبقى سبعة جتا ستين ده اتجاه السين زائد اتجاه الصاد سبعة جا ستين يبقى لو معاك قوة زي دي كده او محصلة زي دي كده تقدر تحولها لصورة احداثية زي ما نعمل كده او صورة وحدة أساسية عن طريق سبعة جتا ستين وسبعة جتا ستين سبعة جتا ستين دي بسبعة على الاتنين سبعة جا ستين جا ستين بجزر ثلاثة على اتنين يبقى سبعة في جزر ثلاثة على اتنين دي المحصلة يعني دي مجمور القوة دي طب ما بسيطة يا أستاذ ما تبقى المحصلة اللي هي سبعة اتنين في اتجاه سين زائد سبعة اتنين جزر ثلاثة في اتجاه صاد بتساوي مبنوع دول ألف زائد خمسة في اتجاه السين واثنين نقص باق في اتجاه الصاد وتقومي ساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى يعني سبعة اثنين بتساوي ألف زائد خمسة يبقى الألف بيساوي سالب واحد ونص وهنا اتنين نقص باق بتساوي سبعة جزر ثلاثة على الاتنين يبقى الباق لما هنجيبها عشان هي بالسالب عايزينها بالموجب هنعد دي بإشارة مخالفة اتنين نقص سبعة جزر ثلاثة على الاتنين دا يا شباب لو كانت دا لك القوة متلها وكان أحيانا يسأل سؤال يقولك ايه هل المجموعة دي متزنة ولا لا كنا بنعرف ازاي بقوا جامع السينات واجمع الصداد لو مجموع السينات بصفر ومجموع الصداد بصفر والمحصلة بصفر خلاص يا أستاذ كده المجموعة متزنة طب يا أستاذ لو جامعت السينات بصفر والصداد بصفر لازم المحصلة تكون صفر ما المحصلة بتساوي جزء السين تربيع والصد تربيع السينات صفر والصداد صفر انتهى الموضوع تعالشوف مثال قدني يا شباب ثلاث قوة قوتين معايا وقوة مش معايا وقال أنا عايز القوة التالتة دي لو كانت المجموعة متزنة قلنا له يا أستاذ بكل وساطة طالما هي متزنة يبقى أجمع السناد خمسة في اتجاه سين واجمع الصداد أربعة في اتجاه صد زائد القوة التالتة اللي أنا مش عارفها كل ده بيزاوي صفر ليه؟ لأن المجموعة متزنة تعال نعدي الكلام ده بإشارة مخالفة يبقى القوة التالتة بتساوي سالب خمسة في اتجاه سين نقص أربعة في اتجاه صد الفكرة الثانية من الدرس يا أستاذ من قوله وجه وصف لي اتجاهات القوة بحل إزاي؟ ممكن يسألك في الامتحان بمسألة مرسومة يجي يقولك في الشكل المرسوم تقدر تجيب لي المحصلة بكم؟ قلنا لو كانوا قوتين بس كنت جبت المحصلة ببساطة بالدرس التالي إنما دول تلت قوة هتتصرف إزاي؟ هنيجي نقول له يا أستاذ معايا القوة اتنين زاويتها صفر كنا بنكتب قوة زاوية قوة اتنين الزاوية صفر القوة تلاتة الزاوية ستين القوة خمسة الزاوية كام يا شباب دايما لما بقى إس بقى إس كده يبقى القوة خمسة الزاوية بتاعتهم 210 كده انت طلعت كل قوة والزاوية عاوز تجيب المحصلة يبقى أنت محتاج للسينات ومحتاج الصدات السينات بتيجي ازاي؟ بكل بساطة بتقوم كاتب القوة في جاتة الزاوية دايما للسينات جاتة وتخلص كل اللي موجودين كل قوة تضربها في جاتة الزاوية اللي معاها وتجيب القوة في اتجاه الصدات كل قوة في جيب الزاوية اللي معاها هتصف دي على الألة الحزبة هتدي لك رقم ودي هتدي لك رقم المحصلة بتساوي جزر السين اللي طلعت الرقم اللي طلع تربيع زائد الصد تربيع واللي اتجاه الصدات اللي طلعت على السينات شفت تان كده انت جبت مقدار المحصلة بكم واتجاهها بكم ملحوظة خلي بالك لو كان سؤال كلامي لو انت اظهر ومسألتك لفظية وقالك هتلي المحصلة لازم تجيب اتجاهها لازم تجيب الاتجاه السؤال ممكن ما يجيش مرسوم يجي وصف زي ذا كده تتصرف ازاي ثلاث قوة ستين وتمانية وتمانين وستين الاولى نحو الشمال والثانية تلاتين درجة جنوب الغرب والثالثة تلاتين درجة جنوب الشرق عين المحصلة جينا استاذ رسمنا الشبكة اول واحدة النحو الشمال تمام دي كده ستين والثانية تلاتين درجة جنوب الغرب هنا يا باش مهندسين احنا بنقرأ بالعكس يعني هنيجي عند الغرب ونروح جهة الجنوب تلاتين درجة وهنا القوة تمانية وتمانين والثالثة تلاتين درجة جنوب الشرق هنيجي عند الشرق ونمشي تلاتين ونقوم حطين القوة ستين هنا يا استاذ احنا عاوزين مقدار المحصلة بيقول لي عين المحصلة يعني نجيب مقدارها واتجاهها مش مهندسين بتوع الأزهر ركز في حاجة زي كده سؤال زي ده كده جاب يقول ألف به جيم ده المستطيل فيه ألف به بتمانية وبه جيم بستة تعال نرسم شبكة عايز ارسم المستطيل رسمت المستطيل في ملحوظة يا شباب خلي بالك منها قبل لما تعمل أي حاجة تعال شوف الاتجاهات ده ايه ايه الرمز اللي متقرر فيهم كلهم ألف يبقى ألف اللي هتتحط في نقطة الأصل بعد كده تسمي بترتيب دور واحد ألف باق جيم دال بيقول إن ألف باق ده كان بتمانية سنطي وقال إن باق جيم كانت بستة سنطي وإن كان فيه واو تنتمي للجيم دال بحيث من الواو للدال ستة يعني لو قسنا كده هيكون هنا ستة يبقى دي بكام يبقى دي باتنين سنطي ودي بستة سنطي تمام يا أستاذ بعد كده لأنا بيقول أصرت قوة ستة في ألف به قوة هنا ستة طبعا بنحطها في دايرة قوة مقدرها عشرين في اتجاه جيم ألف جيم ألف بعشرين خلي بالك من الاتجاه عشان مهم ألف واو ألف واو هنا كده كانت الواو كان مقدرها بتساوي تلاتاشر جزر اتنين تمام كانت اتنين في اتجاه ألف دال ألف دال باتنين تعال يا باش مهندسين بقى نخلي بالنا من حبة ملاحظات أول ملحوظة منهم لازم 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 القوة تقوم طلعة من نقطة الأصل لازم شفت القوة دي اللي هي جاية من الجيم للألف أتصرف فيها زي فيه ناس بتحلها بطريقين فيه ناس بتنفدها بتعديها وتمثلها عادي وفيه ناس تقوم إيه آي لا لا نغير الاتجاه أقوم مغير الإشارة مخليها سالب عشرين مش عشرين تمام برفع عليك وبعدين بس خلاص الملحوظة التانية إنك لما قفلت الشكل ده لك مربع وفيه مسلس يعني اللي أنا عايز أقوله كتر المستطيل ما بيقسمش الزاوية كتر المربع هو اللي بيقسم الزاوية مش فاهمك لو أنا معايا مستطيل يا باش مهندس وده كان كتر ما تقدرش تعرف الزاوية دي أو ما تقدرش تنصفها إما اللي هعرفها إزاي هتعرفها بالأطوال اللي هنا ده بستة ده بتمانية ده بعشرة تقدر تطلع جا وجا توزاء من المسلس ده إنما في المربع لا القطر بيقسم الزاوية عادي يبقى دي خمسة واربعين ودي خمسة واربعين يبقى لما هاجح اللي مسألته وكان الشكل مستطيل تطلع المسلس منه اللي هو ستة تمانية عشرة وتحط دي الزاوية هاي هتيجي تكتب القوة والزاوية القوة بتاعتك ستة زاويتك سفر القوة عشرين زاويتك كام عشرين دي يا أستاذ الزاوية مش معايا بس بجيبها من المسلس الزاوية بتاعتها الجا هي اللي هي الزاوية هاي دي الجا بسالب ستة على عشرة ليه يا أستاذ بالسالب حضرتك مش انت مغير الاتجاه هنا السالب هوا ماشي ما تحط السالب مع القوة لأ مفيش قوة بالسالب هتحطها مع الجا وهنا الجا تهي بسالب تمانية على عشرة بعد كده تمسك القوة تلاتاشر جزر اتنين الزاوية خمسة واربعين وتمسك القوة اتنين الزاوية بتاعتك تسعين يبقى الغرض من السؤال او اللي أنا عايزة فاهمه لك ان لازم القوة تكون نفدة لازم لو عاوز تغير اشارتها مفيش اي مشاكل لازم القوة تكون طالعة من نفس النقطة بعد ما بتثبط الكلام المستطيل ما تقدرش تقول ان القطر بيقسم الزاوية بتعمل مسلس وتطلع منه بتعمل قوتك وزاويتك وتقوم شغال بعد كده تجيب له السنان ستة جاة صفر زائد عشرين في سالب تمانية على عشرة تلاتاشر جزر اتنين في جاة خمسة واربعين زائد اتنين في جاة تسعين والصداط نفس الكلام ستة جاة صفر زائد عشرين في سالب ستة على عشرة زائد تلاتاشر جزر اتنين في جاة خمسة واربعين زائد اتنين في جاة تسعين وتقدر تجيب اللي اتجاه ممكن السؤال يكون فيه مجاهين زي المسألة دي كده بيقول الزاوية ما بين كل قوتين ستين تقدر تجيب قف وخاف حتى تكون المجموعة متزنة ونالي يا استاذ نرسم لك الموضوع قد القوة الاولى كانت بخمسة القوة اللي بعدها عملة زاوية ستين وكان مقدرها اربعة القوة اللي بعدها عملة زاوية ستين يبقى هنا كده تلاتين وهنا تلاتين وكان مقدرها قاف اللي بعدها عملة زاوية ستين جت هنا وكان مقدرها تلاتين اللي بعدها عملة زاوية ستين كانت هنا كده ومقدرها كاف اللي بعدها عملة زاوية ستين كانت هنا كده وكان مقدرها بسبعة بيقول الكلام ده كله تقدر تجيب لي قف وكهف عشان تكون متزنة هو يعني ايه متزلة يعني السنات تساوي صفر والصادات تساوي صفر تعال نشوف هنطلع لك القوة والزاوية القوة 5 الزاوية 0 القوة 4 الزاوية 60 القوة كاف الزاوية 120 من اسكده يا شباب بعد كده القوة 3 الزاوية 180 القوة كاف الزاوية 240 القوة 7 الزاوية بتساوي 330 هنجيب السنات السنات هتيجي ازاي اللي هي عبارة يا استاذ عن القوة في جتة الزاوية يبقى السين بيساوي صفر اللي هو صفر بيساوي 5 جتة صفر زائد 4 جتة 60 لانه قال متزلة عشان كده سواناها بالصفر زائد قاف جتة 120 زائد 3 جتة 180 زائد كاف جتة 240 زائد 7 جتة 330 نجيب السادات نسويها بالصفر طبعا انت حسبت كل ده مع القاف وكاف السادات لما بتساوي صفر يبقى 5 في جه صفر زائد 4 في جه 60 زائد قاف في جه 120 زائد 3 في جه 180 زائد كاف في جه 240 زائد 7 في جه 330 برضو صفر دي طلع فيها قاف وكاف هتشتغلهم مع بعض بالحسب والتعويض تقدر تطلع قاف وكاف انا هذا في دلوقت ان انا فقرك بالافقار كانت بتتكلم عن ايه تعالي يا باش مهندس نشوف الاسئلة اللي جات عليهم من السنة اللي فاتت في امتحال السنة اللي فاتت الدرس ده جاب جزئين اتنين اول سؤال منهم بيقول ان الشكل ده مربع المحصلة بكام قلنا لي استسطى الامة مربع الزاوية دي بخمسة واربعين وكنا بنطلع القوة والزاوية القوة والزاوية القوة والزاوية طبعا كل ده بعد ما تأكدنا خلاص ان كلهم طلعين من نقطة واحدة لازم تتأكد هات يلا السنات اربعة جاتة صفر بواحد اتنين جزر اتنين فجاتة خمسة واربعين واحد عجزر اتنين اربعة فجاتة تسعين اربعة فجاتة تسعين بصفر يبقى طلع اربعة زائد اتنين بتساوي ستة هات اتجاه الصداط الصداط اربعة فجاتة صفر بصفر اتنين جزر اتنين فجاتة خمسة واربعين واحد على جزر اثنين اربعة في جا تسعين جا تسعين بواحد دول كده راحهم دل راحة يبقى انها تقتلع بستة يبقى المحصلة بتساوي الجزر التربيعي للسنات تربيع زائد الصدات تربيع بتساوي ستة جزر اثنين اللي هو الاختيار ده السؤال التاني جاب مسألة وقال هي المحصلة عاملة زاوية كام يعني انا لازم اجيب لك سين واجيب لك صاد واجيب لك الاتجاه ماشي الزاوية دي مش معايا لان ده قطرف مستطيل فجينا حط ناهي وطلعنا مسلس برا قلنا انت قلت ده بثلاثة سنتي وده باربعة سنتي بقى ده بخمسة للاربعة اللي هي دي يا شباب ده باربعة سنتي دي الزاوية هي هنطلع لك القوة والزاوية معايا القوة اربعة الزاوية صفر القوة عشرة جاهه بتاعتها بتلاتة على خمسة وجاته باربعة على خمسة خلي بالك من الاتجاهات القوة ستة الزاوية تسعين لان المستطيل كل زاوية من زاوية قائمة هنحسب اتجاه السنت اتجاه السين بيساوي أربعة في جاتة صفر بواحد لربعة في واحد باربعة زاوية عشرة في جاتة ه عشرة فاربعة على خمسة زاوية ستة بجاتة تسعين بصفر تعالي اختصر دي أربعة زاوية ثمانية زاوية يبقى بتساوي اتجاه الصدات الصد بتساوي أربعة أربعة بجاتة صفر بصفر زاوية عشرة في تلاتة على خمسة زاوية ستة فواحد عشرة على خمسة فالتنين ستة وستة بتساوي اتنش يبقى الاتجاه ظاه بتساوي صد على سين زاوية كامل بواحد درجة الدرس اللي بعد كده كان الاتزان اللي الناس بتخاف منه الاتزان ده هو درس واحد بس مقسمه في كتاب المعاصر لجزئين الاتزان ده عشان تحله لازم تعرف قوانين ايه هي قوانين الاتزان بيكلم عن حاجتين اتنين لو اثر على الجسم قوتين او لو اثر على الجسم ثلاث قوة طب في حالة انه لو اثر على الجسم قوتين عاوز تقول انه هو متزن هنا خلي بالك هي ما عليهاش اسئلة كتير بس سؤالها في الامتحان بيلخبط يعني ايه لو معاك قوتين اتنين بيأثروا على جسم دي قوة ودي قوة علشان يكون متزن دي قوة ودي قوة علشان يكون متزن لازم يا استاذ القوة الاولى تساوي القوة التانية خلي بالك مش هي دي مش دي مش دي يا شباب دي كده غلط ايه الفرق يا استاذ هنا القوة بتساوي القوة يعني القيمة قد القيمة انما ده اللي اتنين في نفس الاتجاه لان ليهم نفس الاشارة امال انت يا استاذ نقول ان هو متزن لو كانت القوة الاولى بتساوي سالب اتجاه القوة التانية دا يبقى زي دا كده خلاص تاني لو قوة متجهة وكانت قوة متجهة بتساوي قوة متجه معنى كده ان هما قد بعضه في نفس الاتجاه طب انت عايز تقول ان المجموعة متزنة لازم اتجاه دي يكون غير اتجاه دي لان من شرط الاتزان لازم تكون القوة متساوية في المقدار متضادة في الاتجاه خط عملهم على استقامة واحدة دا شرط اتزان قوتين الفكرة دي قبل ما يبدأ بقى يخش على قوانين الدرس جاب عنها سؤال في امتحان السنة اللي فاتت تعال نشوفو جاي باش مهندسين قال لو كانت المجموعة دي متزنة او جتقاف المجموعة متزنة يا استاذ يعني القوة اليمين بتساوي القوة اليسار ما نقدرش نقول ان المتجه دا بيساوي المتجه دا ركز في حتة المتجه دي عشان هي دي الفكرة يبقى معنى كده يا استاذ ان اللي اتنين قاف ناقص خمسة هتساوي السبعة ناقص قاف عددي بإشارة مخالفة تلاتة قاف بتساوي هنجيب دي هنا اتناشر ومنها قاف بتساوي اربعة ونحط التمييز طيب الدرس بتاعنا بقى او الدرس اللي تزان كان قوانينه ايه كان يا استاذ بيتحل بقعدتين في قعدة اسمها قعدة المسلس وفي قعدة اسمها قعدة لامي الفرق بينهم الفرق بينهم يا بيش مهندس ان قعدة المسلس لو كان معايا اطوال اضلاع قعدة لامي لو كان معايا زوايا مش فاهم يعني دا كان مسلس وقدرت تمثل قوة في ترتيب دوري واحد لازم لازم يكونوا ماشين وراء بعض لو قوة منهم عكس اتجاهها ما قبل قوة تانية ما نفعش لازم يكونوا اللي اتنين في ترتيب دوري واحد عشان تقول شروط للتزال ماشي يوصل قال دي القوة الاولى ودي القوة التانية ودي القوة التالتة انا هدي لك حاجة من اتنين لو اديتك الاطوال طول دا والطول دا والطول دا قعدة المسلس قال يبقى القوة بتتناسب مع ضلعي يبقى على الف با وهنا القوة اتنين على بجيم وهنا القوة تلاتة على الف جيم ومن هنا من دي من القانون دا سألك في حتة فهم من تانية اعدادي شف تانية اعدادي فين سألك فيها وربطها لك كمان بتالتة اعدادي فاكر في تانية اعدادي عشان تلسل مسلس لازم يكون معاك مجموعة ضلعين الصغيرين اكبر من الضلع الكبير فاكر المعلومة دي بيجي يقول لك ايه اي المجموعات يمكن ان تكون متزنة اربعة واربعة وتمانية اربعة وخمسة واحداشر تلاتة وخمسة وسبعة كنا بنيجي على اصغر قوتين اصغر حاجتين لو طلعوا اكبر من القوة الكبيرة اكبر مش قدها ما قلتش اكبر من او تساوي اكبر منها يبقى هي دي اللي تنفع ضل تمانية ودي تمانية ما نفعلش ضل تسعة وقوة ده اكتر منهم ما نفعلش ضل تمانية ودي سبعة قوتين اكبر منها يبقى هي دي اللي ممكن ممكن تخليلي المجموعة متزنة لو اديتني الزوايا دا يا باش مهندسين كان سؤال كده يربطه لك بالسنين اللي فاتت نكمل القامة كان المعلومة اللي فاتت ارتباطها بتالت اعدادي انك عارف ان لو النسب او القوة اللي فوق النسب بينها متساوية يبقى الاضلاع اللي تحت النسب بينها متساوية دي كان الربط بتالت اعدادي تمام يا استاذ الحالة التانية لو كان جدا المثلث دا القوة اللي عليه مديني الزوايا اللي قصدها يعني دي القوة الاولى القوة التانية القوة التالتة دي هيه واحد هيه ثلاثة هيه اثنين في الحالة دي بتطبق قعدة اسمها قعدة لامي ولها شكل كمان ايه هو بص يا باش مهندس انا هاخد النقطة دي كده مثلا خليلي القوة دي كلها طلعة منها دي كده طلعة منها دي دخلة فيها انفدها دي يا استاذ نازلة كده خد لها توازي وهاتها هنا خدت لدي توازي جبتها كده اصبح معايا يا استاذ دي القوة الاولى دي القوة التانية دي القوة التالتة بتمد القوة تودك لزويتها يعني دي كده هيه اثنين مد القوة دي هيه واحد مد القوة دي هيه ثلاثة وكان القانون هنا القوة على جيب الزاوية اللي قصدها دا يا باش مهندسين الطريقين اللي كانوا بيحلهم الدرس تعالى نشوف ملاحظات الدرس وبعد كده نتكلم في افقاره فيه معلومات من السنين اللي فاتت انت محتاجها يا باش مهندس عشان تقدر تتعامل مع الدرس ده اول ملحوظة منهم فاكر المسلس القائم المتوسط الخارج من القائمة طوله بيساوي نص طول الوطر ده نص طول الوطر وان لو كانت الزاوية دي تلاتين ان الضلع اللي قصدها نص طول الوطر وعارف ان المتوسط بيكون خارج من زاوية قاسم الضلع اللي قصده فاكر المعلومات دي تمام نكمل المسلس المتساوي الصاقين ان لو حبيت تنزل من الرأس عمود بيقسم القعدة وبيقسم زاوية الرأس فاكر المعلومة دي طب لو فاكرها تقدر تحللي المسألة دي معايا مسلس قائم وده كان متوسط الزاوية دي بكام لو كان مسلس متساوي الصاقين يا استاذي يبقى الزاوية دي بتسعين ليه بتسعين لان المسلس المتساوي الصاقين مستقيم اللي جاي من الرأس عمودي على القعدة بيقسمها براف عليك تمام المسلس المتساوي الأضلع الخط اللي جاي من الرأس برضو عمودي على القعدة وبيقسم القعدة بالمثل هنا بالمثل هنا وتقدر تقول ان كل زاوية ما بين دول كده دي بتساوي 120 عشان لو احتجتها في الدرس اللي فات اذا مر خيط على بقرة ملساء فان الشد في طرفي الخيط متساوي المعلومة دي خلي بالك منها لو معاك بقرة وجينا عدينا عليها خيط هتبص تلاقيه مثلا علقلك من هنا جسمه وكان فيه هنا جسم مجدود وحاجات من دي المهمة نعايز الجزئية ده اذا مر خيط على بقرة ملساء يبقى الشد في طرفي الخيط متساوي الشد ده هو الشد ده وبيكونوا اللي اتنين بيقابلوا بعض اذا مر خيط على بقرة ملساء الشد في طرفي الخيط متساوي خلي بالك من دي تاني حالة لو انت معاك خيط عديت فيه حلقة بيصنع مسلس متساوي الساقين تاني لو معايا خيط ده خيط امت جايب حلقة ومعلقها فيه لما جبت حلقة وعلقتها فيه يعني زي خاتم او اي حاجة عدتها في سلسلة بتعملك مسلس متساوي الساقين لانها بتتزن في النص بتقف في نصه خلي بالك من دول الدرس يا مش مهندس لو حبيت تذكره قسموا الافقار اول فكرة الاجسام المتعلقة الجسم الموضوع على مستوى مائل القرى القضيب عارف انا ان موضوع القضيب ده خط احمر عند ناس كتير بتتوه فيه مع انه هو سهل المهم تعال نشوف الموضوع ده بيتكلم عن ايه قل اللي علي ان انا هرسم لك الشكل او لك الشكل بتتعامل مع كذا ده مسلس القوة وانت هتحل الاجسام المعلقة فيه اجسام معلقة في سقف وفيه اجسام معلقة على حقد الاجسام المعلقة بسقف ممكن يجيلك المسألة حاجة من اتنين لا اما يأثر على الجسم قوة افقية لا اما يأثر على الجسم قوة عمودية على الخيط ايه يا استاذ ما اللي اتنين نفس الرسمة ايه الفرقة لا فيه فرقة حضرتك لو القوة افقية وانت سحبت الجسم ده خلاص شديته بيميل كده بس قوتك افقية زي ما هي انما لما تكون القوة عمودية على الخيط وانت سحبت الجسم بتلاقي القوة جاية كده عمودية على الخيط زي ما هي خلي بالك يا بش مهندس ده فرق ما بين لو كانت القوة افقية ولو كانت القوة عمودية على الخيط دي القوة كاف تاني جسم معلق في سقف حجرة جذبا بقوة افقية دي رسمته جسم معلق في سقف حجرة جذبا بقوة عمودية على الخيط دي رسمته حتى صنعوا مع الافقي زاوية تلاتين. طيب لو كان قال مع الرأسي دي مع الرأسي. دي مع الافقي. تمام. حتى صنع مع الافقي زاوية تلاتين. بس خلاص يا استاذ. بقوا جاي عامل للوزن. ده كده كان الجسم. ده الوزن. اهو. ده حرف اليو. دي كده هكون بمية وخمسين. دي تسعين. العمودي دايما الوزن عمودي على الارض. لو دي الارض الوزن عمودي عليها. هنجد بمية وعشرين. وتبقى الوزن على جاي مية وخمسين. بيساوي القوة الاولى على جاي مية وعشرين. هنا حصل فيه شد. يبقى شد على جاي تسعين. دايما الشد طالع من النقطة. مش داخل فيها. نفس الكلام هنا يا استاذ. هنعمل خط واهمي كده. بسيط. تبادل تلاتين حرف الزد. تلاتين. دي باش مهندس افكار الجسم المتعلق في سقف. دي افكاره. طب يا استاذ. بالنسبة بقى للجسم المتعلق على حائط. فيه نوعين من النون. فيه ممكن يكون جسم وممكن يكون كرة. لو كان جسم بتصرف ازاي. ممكن يقول لك برضو قوة اثرت عليه قوة افقية. وممكن يقول لك اثرت عليه قوة عمودية. على الخيط. نفس الفكر نفس كل حاجة. لو حضرتك شديته بقوة افقية. نغير الالوان بس عشان الناس تفرق. دي كانت قوة افقية. ودي كانت قوة عمودية على الخيط. لو هنسحبه بقوة افقية هيجي شكل كده. مائل وقوة افقية زي ما هي محافظة على نفسها. انما هنا لا مائل بس القوة عمودية على الخيط. طبعا هنا كده كان الوزن. ادي لك الزاوية مع الرقصي. بتجيب حرف اليو. لو قال لك ستين. يبقى دي بمية وعشرين. ودي بتسعين. يبقى دي بمية وخمسين. بالمثلة هنا برضو. طب يا باش مهندسي. الفكرة اللي بعد كده ايه. لو مر خلط على بقرة ما لساء. تعال شوفها. جاب لي يا باش مهندسين مرسألة مرسومة زي دي. وعاوز فيها السيتة بكام والوزن بكام. بص يا حبيبي. يعني ايه مر خيط على بقرة ما لساء. انت قلت يا استاذ يبقى الشد في طرفي الخيط متساوي. يعني لو دي خمسين يبقى القوة اللي هنا خمسين. بربع عليك. ده حرف ايه. مش ده حرف اليو. دي بسيتة يبقى دي بمية وثمانين ناقس سيتة. دي بثلاثين يبقى دي بمية وخمسين. بس خلاص. يبقى انت معاك خمسين. على جا مية وخمسين. بتساوي خمسين جزر ثلاثة. على جا مية وتمانين ناقس هيه اللي هي بجاهه. اللي يا جا سيتة يعني. هنعمل الوساطين في طرفين. بقت جا سيتة بتساوي جزر ثلاثة على اللي اتنين. جا كامل بجزر ثلاثة على اتنين. ستين درجة. لما انت عرفت دي بستين. خلاص قدرت دي تجيب مية وعشرين. قدرت تعرف ان دي بتسعين. كمل قانونك. يبقى الوزنه. على جا تسعين. وكده انت حسدت السؤال. طب يا استاذ. الفكرة اللي بعد كده. لو كان جسم متعلق في خط. بس ادالك طول الخط. تتصرف ازاي. تعال نشوف مسألة. الفكرة دي باش مهندسين من الفكرة اللي بتعقد الناس شوية. وهي نفس فكرة القضيب المتعلق بخيط. يعني هي نفس الفكرة بالظبط. يعني لما هروح للقضيب هنستدقى الفكرة دي. حاول تفهمها. في القضيب تقدر تفهمها كمان. بيقول يباش مهندسين لو انا كان معايا مثلا سقف حجرة وكان في خيط طوله اتناشر سنتي مثلا وعلقت فيه جسم وقمت جاي يا استاذ جاذب الجسم ده بقوة افقية مثلا لما جذبناه بقوة افقية يعني هيكون شكل هكده دي كده مقدار القوة وقال حتى اصبحت المسافة بين الجسم وسقف الحجرة خمسة سنتي يعني تنايشت بالقوة دي ودي تميل طبعا كل ما تميل كل ما بتقرب للسقف يعني شوف كده 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 بتقرب من السقف كانت القوة دي افقية زي ما هي بس اصبحت المسافة دي خمسة سنتي نخلي ده تلتاشر عشان الاطوال تمشي معانا تلتاشر دي تلتاشر تمام يا استاذ هنا كان وزن الجسم ده الوزن هنا كان الشد جبنا ده باثناشر دول القوة اعمل ايه الناس قدامها حل النتين لا اما تجيب الزاوية دي تسميها اياه وتجيبها بالتبادل تاخد خط واهمي كده وتجيبها بالتبادل وتشتغل لا اما الطريق التاني الافضل اللي هيمشي معاك في القضية برضو انك تقول جاي بتثبت قوة دي ثبتة ليه قوة الشد وتمد الوزن ممدود جاهزة هو با كده الوزن وتاخد توازي للقوة بتثبت واحدة وتمد واحدة وتوازي واحدة دايما دايما لما يكون معاك اطوال بتثبت واحدة وتمد واحدة وتوازي واحدة دايما دايما بنثبت واحدة وبنمد الوزن دايما دايما وبناخد توازي للقوة تمام يا استاذ بقى ده مسلس القوة بتاعي قوة دي انا خدت لها توازي وحطتها هنا خلاص يبقى القوة على 12 بتساوي الشد على 13 بتساوي واو على كم على خمسة طبعا بمعلومية الوزن تقدر تجيب كل حاجة طب يا استاذ الفكرة اللي بعد كده ايه لو فيه جسم موضوع على مستوى مائل فيه 3 وضعيات ليه تعال شوفه ياريت الناس تفرق ما بين الدرس ده ودرس تحليل القوة هنا بيقولك ان المجموعة متزنة اوجد رد الفعلة واوجد القوة وهكذا انما هناك بيقولك حلل الوزن ده الفرق ما بينهم الاتنين اول ما بتجيلك مسألة كده دايما 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 حط الوزن حط رد الفعل عمودي على المستوى اول حاجة انت بتعملها وزن رد فعل عمودي على المستوى وزن رد فعل عمودي على المستوى دي زاوية مائل المستوى دول حاجات سابتة ايه بقى اللي بيفرق الرسمة الاولى عن التانية عن التالتة لفظ ييجي يقولك قوة في اتجاه خط اكبر مائل يعني ايه في اتجاه خط اكبر مائل يعني القوة دي كده قوة افقية قوة افقية يعني القوة دي ماشية كده قوة تميل على خط اكبر مائل بزاوية ايه ادي خط اكبر مائل وهي مائل بس يا باش مهندس ووصلت للرسمة حتة الزوايا بقى الموضوع سهل اللي هنا دي دايما في الثلاث رسومات دايما مية وتمانين مائل زاوية مائل المستوى ليه الزاوية دا دايما 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 القوتين دول لاناهم متعمدين نقدر نجيب الزاوية دي من مجموع الزوايا حوالي النقطة يعني دي هتبقى تسعين زائد ها او واحد خط خط افقي كده قال دي بتسعين دي ها بالتناظر يبقى دي تسعين زائد ها هنا تسعين زائد ها لان دي ها دي ها ودي كانت تسعين يبقى تسعين زائد ها طب هنا لأ دا كانت قائمة خدنا منها يه يبقى هنا تسعين ناقس يه هنا كان فيه ها وهنا تسعين يبقى كل دي تسعين زائد ها زائد يه دون يا شباب الثلاث اشكال للجسم الموضوع على مستوى مائل الناس مش فهمة مثل بسرعة لو معايا جسم كان وزنه عشرة خلاص يا استاذ هنا رد الفعل كان مائل بزاوية تلاتين المستوى وكانت قوة في اتجاه خط اكبر ميل تلاتين يبقى دي مية وخمسين دي تسعين دي مية وعشرين من مجموع الزوايا حوالي النقطة يبقى القوة على جيب الزاوية بتاعتها رد الفعل على جيب مية وعشرين عشرة على جيب تسعين طب كانت القوة افقية داني جسم موضوع على مستوى مائل وكانت القوة هنا افقية والزاوية كانت تلاتين يبقى دي مية وخمسين دي بتسعين دي كانت تسعين زاقية تلاتين يبقى اصبحت مية وعشرين ونقدر نطبق الوزن على جيب مية وعشرين القوة على جيب مية وخمسين رد الفعل على جا تسعين طيب لو كانت الزاوية دي تلاتين تلاتين ومقل بزاوية تلاتين يبقى هنا تسعين زائد تلاتين زائد تلاتين أصبحت مية وخمسين ودي مية وخمسين يبقى دي بستين وكنا نقدر نطبق نفس القرن طب يا باش مهدسين الفكرة اللي بعد كده كانت القرى تعال نشوف القرى كانت أفقارها إيه ورسومتها شكلها إزاي القرى يا باش مهندسين كان لها أربع أفقار لحلها أول فكرة لو كانت هتتعلق بخيط أو معلقة بخيط تاني فكرة لو مسنودة على قاضبين متوازين تالت فكرة لو حطناها على مستوى مائل وربطناها في المستوى تالت فكرة لو انحصرت ما بين قاضبين واحد مائل واحد رأسي هم دول الأفكار بتاعتها ملهاش كان طب يا أستاذ الحالة الأولى دايما الوزن بتاعها بيطلع من مركز هنا حصل شد خلي بالك ان دا كده طول الخيط طول الخيط لازم تضيف عليه نص القطر طول الخيط لازم تضيف عليه نص القطر يعني لو جيت قلتلك دايرة طول نص قطرها خمسة وربطت بخيط طوله تمالية يبقى طول من هنا لهنا تلتاشر اللي هو التمانية زائد الخمسة خلي بالك الحيطة يا أستاذ معصر عليها بقوة رد فعل رد فعل دا اتجاهه كده لازم يكون نافد من المقطع ممكن ناخد توازل الوزن بقى دا كده مسلس القوة وطبعا هيكون معاك حاجة من اثنين لا اما الاطوال لا اما يقول لك الخيط مائل بزاوية كام هتبدأ يا باش مهندس تحل لو معاك هيه واحد دي قائمة دي هيه اثنين لان المماس دايما عمودي على نص القطر يعني دايما دي قائمة رد الفعل على جاهه واحد وزن على جاهه اثنين هنا شد على جاهه تسعين طب في حالة يا باش مهندسين ان كان القرى مسنودة على قضبين هنا في مسألة وحيدة بس اللي موجودة في الكتاب وقال ان رد الفعل او الضغط على الحامل لازم يمر بالمركز رد فعل او ضغط زي ما يقيل وهنا لازم يمر بالمركز والمسألة اللي في الكتاب الوحيدة قال ان ده مسلس متساوي الاضلاع قال البعد بينهم البعد بين القضبين قدتهم نص كترها ففي الحالة دي يا شباب لو جينا نزلنا الوزن ده مسلس متساوي الاضلاع خط عمودي يبقى بيعمل ايه في الزاوية؟ يبقى بيقسم الزاوية اصبحت دي تلاتين ودي كم؟ تلاتين يعني دي ستين بتتقابل بالرأس تمام تعال بقى لخطوط القوة نفسها شفت القوة دي مع القوة دي ده كان خط مستقيم خدنا منه تلاتين يبقى دي بمية وخمسين ودي زيها مية وخمسين خطوط القوة تجيب الزاوية اللي ما بينهم مش ما بين اي حاجة تانية خلاص كده انت معاك الوزن على جهة ستين رد فعل اتنين على جهة مية وخمسين رد فعل واحد على جهة مية وخمسين طب في حالة انها كانت مربوطة على مستوى مائل بتيجي من هنا تنزل الوزن عمودي على الارض تعال يا باش مهندس بقى طلع لي كل حاجة الزاوية دي هتكون قدي دي بالتبادل الزاوية دي قائمة هنا ده التماس رد الفعل بيجي من المماس لازم يمر بالمركز فبالتالي يا استاذ لازم ننفده بقى دي قوة رد الفعل بس اساسها جاي من اين جاي من المماس اللي هي قائمة طبعا يا باش مهندسين احنا عارفين ان دي لو كانت هي دي تسعين دي تسعين ناقص هي دي تسعين ناقص هي يبقى الزاوية دي هي كده انت قدرت تجيب الزاوية دي بكام الزاوية دي كده معاك هي مش تبقى دي مية وتمانين ناقص هي ودي كانت قائمة يبقى دي تسعين زايد هي دول ثوابت يعني هنا الوزن هنا تسعين زايد هي هنا مية وتمانين ناقص هي القوة بتاعت فين؟ القوة بتاعتك هنا قوة شد هنا قوة وزن هنا قوة الضغط او رد الفعل طب في حالة يا استاذ ان كان معايا قضيب مائل وواحد تاني رأسي القضيب المائل بيدلك زاوية ميلو هنا حصل ضغط لان ده مماس لازم يمر بالمركز هنا مماس لازم يمر بالمركز هنا الوزن يا استاذ لازم يكون عمودي على الارض دايما الزاوية دي هي اتفقنا من شوية ان ده هكون تسعين دي تسعين ناقص هي دي تسعين ناقص هي دي تسعين ناقص هي دي هي ده مماس يبقى دايما عمودي ده مماس يبقى دايما عمودي يعني أصبحت الزاوية دي كده قائمة هنشيل الزيادات دي عشان ما نتوشي فيها أنا عارف إن الزاوية ما بين الضغط اللي هنا والوزن تسعين بس الزاوية دي كده هي يبقى دي 180 مقص هي أو هي سبتة ودي كده تسعين زائد هي ودي كانت تسعين بس خلاص معك الوزن على جيب الزاوية اللي أصاده الضغط الأول على جيب الزاوية اللي أصاده الضغط الثاني على جيب الزاوية اللي أصاده آخر حاجة كانت القضيب القضيب ده يا شباب مقسوم لجزئين قضيب متعلق بخط وقضيب مربوط بمفصلة تعال نشوف اللي اتنين وإيه الفرق اللي منهم الناس اللي عايزة أمثلة كتير على الفكرة اللي فاتت دي أو الأفكار اللي قبلها أو القضيب ده يا باش مهندس هيكون في جزء المراجعة للجزء اللي هو أشهر وأهم التمارين ده هيكون فيه التمارين ما تقلقش أنا دلوقت هدفي إن فقرك الدرسي كان بيتكلم عن إيه قوانينه بتتصرف إزاي في المسألة ده هدفي إنما كتدريب وحل أمثلة ده هيكون في الجزء التالت إن شاء الله القضيب كان فيه فكرتين الفكرة الأولى ده لو كان مربوط بخيوط الفكرة التانية لو مربوط بمفصلة لو مربوط بخيوط بتلاقي شكل القضيب كده لو مربوط بمفصلة في حالات لي يا أستاذ هل القضيب ده اتزل أفقي ولا اتزل وهو عامل زاوية حدة ولا اتزل وهو عامل زاوية منفرجة طب فالحالة الأولى لو مربوط بخيط شكله إيه بيجي يدي لك طول القضيب ويقول لك أنا ربطت بخيطين واحد طوله ستة سنتي مثلا وواحد طوله تمانية سنتي وكان القضيب طوله عشرة لو كان القضيب منتظم بتيجي هنا الوزن بتاعه بيأثر في نصه ودايما دايما دايما يا شباب لازم لما تمد الوزن ييجي عنده نقطة التقاطع للشدود لازم القوة كلها تتقابل في نقطة لازم القوة كلها تتقابل في نقطة وهنا المسألة دي ما بتتحلش إلا بمسلس القوة فاكر بنمد واحد ونسبت واحد ونوازي واحد بنمد واحد ونسبت واحد ونوازي واحد قبل كل الليلة دي لازم تثبت إن المسلس قائم ستة تمانية من فسا ورص دي عشرة خلاص يبقى قائم تاني كنا بنمسك الضلعين صغيرين ربحهم ونجمعهم لو طلع قد الكبير تربيع يبقى المسلس ده قائم ده اسمه ايه متوسط يبقى طوله بيساوي ايه نص طول الوطر يبقى انت تقدر تجيب الطول ده بكام ده كان متوسط خارج من رأس قائمة طوله نص الوطر خلي بالك بعد كده يا استاذ بناخد توازي للشد ده بناخد توازي للشد ده لا لو شد تنين اهو وطبعا الطول ده هو نص ده من قولة اعدادي فاكر الخط المرسوم بين منتصفين طوله نص طول الضلع التالت يبقى معنى كده يا استاذ اللي ده طوله نص ده يعني ده طوله هيبقى باربعة وطبعا لو بينصف وبيوازي يبقى بينصف يعني بيوازهو واسم الضلع ده يبقى لازم يقسم ده يبقى ده تأسم يعني الطول ده هيكون بتلاتة ما عدش عندك اي حدة ده مسلس القوة بتاعك دايما بيطلع هنا دايما بيطلع هنا شد اتنين على اربعة شد واحد على تلاتة هنا الوزن على خمسة لان ده كده الوزن اتأكد ان القوة في ترتيب دور واحد يعني ماشيين وراء بعضي كده ده كان فكرة القضيب لو اتعلق بخيط هي دي فكرته وهي دي طريقة حله مالهاش حل تاني تمام يا استاذ بالنسبة للأوضاع دي مسلس القوة يا بش مهندس دايما بييجي مع الرأس هنا حطها في دماغك بتقرأ مسألتك قريس وتشوف القضيب اتزن في وضع افقي ولا ما قالش في حالة انه قالك اتزن في وضع افقي طبعا ده الوزن طبعا هو ربطه بخيط من هنا وربطه في الحاقط هنا حصل الشد رد فعل المفصلة يا شباب مجهول الاتجاه معرفش اجيب اتجاهه دلوقت امال بجيبه الزعيد مع القوتين لازم يتقابلوا في نقطة يعني مدينا ده خلاص رد الفعل لازم يمر بنقطة التقاطع لان القوة لازم كلها تتقابل في نقطة شفت ده 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 يتقابلوا في النقطة دي مدينا ده كده يا استاذ هنا كده ده رد الفعل خد توازل الوزن هاته هنا دايما مسلس القوة هتلاقي في الخانة دي دايما مسلس القوة بتاعك هتلاقيه هنا طب الحالة التانية بعرفها ازاي بسيطة اوي بيكون معاك طول القضيب وبيكون معاك طول الخيط وبيكون معاك البعد الرأس ده بيكون معاك طول القضيب بيكون معاك طول الخيط اللي ربطنا بالقضيب لو قبرنا الرسمة دي بيكون معاك الطول ده وبيكون معاك طول الخيط وبيكون معاك البعد ده طبعا هنا كان الوزن مدناه قطع الشد في الخيط هنا يبقى رد الفعل لازم يمر بيهم هناخد توازل الوزن ده بقى مسلس القوة في الوضعية التالتة ده يا أستاذ كان الوزن ده الخيط اللي كان مربوط فيه مدناه يبقى رد الفعل هيمري كده هناخد توازل الوزن ده كده يا أستاذ مسلس القوة لازم ييجي مع الرأسي دول التالت حالات وده لو كان مربوط بخيط الحالتين دول بعرف الرسمة دي أو دي ازاي بتمسك يكون معاك طول القضيب وبيكون معاك طول الخيط وبيكون معاك البعد الرأسي ده تمسك الخيط يا باش مهندس تربعه الخيط تمسكه تربعه لو لقيت طول الخيط تربيع اللي هو ده أقل من طول القضيب تربيع زائد البعد ده تربيع يبقى عامل زاوية حتى يبقى هو ده لو لقيت طول الخيط تربيع أكبر من طول القضيب والبعد ده يبقى معنا كده المسلس ده منفرج وهياخد الوضعية دي الناس عايزة تفرق ما بين الأسئلة دي دعا نشوف أمثلة على القضيب السؤال ده بيقول فيه قضيب مسبق في مفصل كان منتظم طوله 80 وزن 24 ربطنا بخيط من طرفه كان الخيط ده طوله 80 جزر 3 وسبتناه في نقطة أعلى ألف ألف دي كانت المفصلة بتبعه 80 تقدر تقولي في وضع الاتزان الشد بكم؟ نقول يا أستاذ ده كان القضيب عايزة شوف وضعيته بقوا مسك طول الخيط ومربعه 80 جزر 3 وزن 2 طلع أكتر من 80 وزن 2 زي 80 وزن 2 ليه؟ لأن دول يعتبروا 3 في 80 وزن 2 إنما دول 2 في 80 وزن 2 يبقى المسلس منفرق أو القضيب نزل لتحت كده ده كان الطول 80 جزر 2 ده كان 80 ده 80 يبقى مسلس متساوي الصاقية تعال نحط القوة هنا كان فيه قوة هنا كان فيه قوة الوزن قطعت يا أستاذ الشد هنا هيجي رد الفعل كده بما إنها أسمت هنا يبقى لازم يقسم وده كان مسلس متساوي الصاقية يبقى ده زاوية قائمة معايا ده باربعين جزر 2 لأنه ضلعت أسم ده بـ 80 أقدر أجيب طول اللي عليه رد الفعل وهنا كان الوزن وده كده مسلس القوة امتحال السنة اللي فاتت جاب على الاتزان أربع أسئلة السؤال الأول منهم بيقول الشد الأول للشد التاني بكام جينا قلنا له يا أستاذ طالما الزاوية ده 45 ودي 90 يبقى أصبحت دي كلها بـ 135 معايا 135 زائد 75 نقدر نجيب الزاوية دي يبقى كده 210 انبقى من الـ 360 150 خلاص يا أستاذ يبقى الشد الأول على جا 150 بيساوي الشد التاني على جا 135 يبقى الشد الأول إلى الشد التاني بجا 150 على جا 135 وتحسب النسبة دي بكام السؤال التاني بيقول كل ده صحيح معادة واحدة هل القوة بتساوي الوزن زا سيتا؟ قلنا له المفروض 180 ناقص سيتا ودي 90 زائد سيتا لأن دي قائمة يبقى قافع على جا 180 ناقص سيتا بجا سيتا بتساوي الوزن على جا 90 زائد سيتا دي بجا تا سيتا وستطيل في طرفين يا أستاذ يبقى القوة بتساوي الوزن في جا سيتا على جا تا سيتا اللي هي الوزن الزا سيتا صح؟ دي صح المجموعة قال إنها متزنة يبقى مجموحهم كلهم بصفر برضو دي صح يبقى الغلط واحد من دول القوة دي باش مهندسين مش بتقفل المسلس أيوة المسلس ده هيكون نوعه إيه؟ قائم يا أستاذ لو إحنا كنا جينا مدينا دي كده وخدنا توازل دي جابتلي مسلس قائم كده يا شباب مش المفروض إن الشد تربيع بيساوي القوة تربيع زي دي الوزن تربيع أيوة يعني دي صح يبقى هي دي الوحيدة اللي خطأ المسألة الأولى عايز الشد الأول زي دي الشد التاني دي كانت 36 قلنا لي يا أستاذ ببساطة حضرتك دي كده أفقية خط أفقي واحمي كده دي بتسعين يبقى دي بستين يبقى دي بتلاتين أصبحت الزاوية دي تسعين تسعين زي دي ستين دي كده مية وخمسين دي كده مية وعشرين الموضوع انتهى يا أستاذ الشد الأول على جاء مية وعشرين بتساوي 36 على جاء تسعين بتساوي الشد التاني على جاء مية وخمسين أعمل وسطين في طرفين في كل واحدة أجيب الشد الأول بكام والتاني بكام واضمع حول طب في المسألة دي بيقول ان ده قضيب ده قضيب يا شباب رد الفعل بتاع المفصلة دي كده تقدر تقول لي قيمة رد الفعل ده بكام قلت له دي القوة انت بندهاني مرسومة يعني دي قاف ده الوزن اللي هو عشرين ده كان أفقي يعني دي قائمة ده وسلس القوة يا أستاذ حضرتك قلتلي ان القضيب مائل بزاوية قياسها ستين درجة طب معادي طالما دي بستين أصبحت دي بثلاتين القضيب يا شباب كان من دهوني طوله باثنين متر يبقى انا عرفت ان الضلع المقابل للزاوية تلاتين نص الوطر يبقى ده طوله بواحد متر طيب ده كان منتظم يعني ده تأسام ده واحد ده اتنين ده بجزر تلاتة يبقى دي كده طوله بجزر تلاتة على اتنين يبقى نقدر يا استاذ اقول لك ان طول الضلع ده اجيبه من في سغورس ده كده نقدر نجيبه من في سغورس لان المسلس قائم يبقى طول الضلع بالف دال مثلا بيساوي الجزر التربيعي لواحد زاوية تلاتة عربعة اللي هو جزر سبعة على الاتنين ده طوله طلع بجزر سبعة اتنين يبقى رد الفعل على جزر سبعة على الاتنين وهنا القاف على جزر تلاتة على الاتنين وهنا عشرين على الواحد وستنفي طرفين اقدر اجيب رد الفعل واقدر اجيب القوة الناس اللي عايزة امثلة ده هيكون في حلقة المراجعة ان شاء الله باذن الله اللي هي هتبزل بقرة اللي هي حلقة الافقار اتمنى ان نكون قدرت افيدك باي حالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته